اهلا بيجون في محاضرة جديدة بمحاضرات كرس تصنيع مستحضرات التجميل المجاني في محاضرة النهاردة هنتعلم طريق التصنيع مسك الهيرونيك أسد الهايدروجيلي المسك ده يا جماعة بيستخدم في مراكز وعيدات التجميل وايضا يباع للحالات او العملاء بكميات صغيرة ممكن للاستخدام في المنزل زي ما بنشوف في فيديوهات السكين كير روتين اللي بيقوم بيها الأجانب في المنزل والكورين المسك ده احترافي وسهل تصنيعه جدا قبل ما نبدأ ما تنسوش تشترقه في القناة وتفعله الجرس لو انتم مهتمين بتعلم تصنيع مستحضرات التجميل أساسيات التصنيع من مواد فعالة وايضا بمعلمات كثيرة في مجال التجميل الغير جراحي ما تنسوش ايضا اشتراك في مصابقة عيد الأطحى لعلكم تكونوا أحد الفائزين بنسخة مجانية من كتاب أنظمة غزائية لتغذية الشعر والبشرة في فيديو نهارده ان شاء الله هنتعرف على فوائد المسك التركيبة طريقة التصنيع وايضا سؤال الحلقة أولا ما هي فوائد الهيرونيك أسد هيدروجيلي المسك بيعمل على ترتيب البشرة ونضارتها شد البشرة وتجديد خلايا البشرة كمان له مهدق للبشرة وللاتهاب البشرة وطريقة استخدامه وجماعة احنا بناخد حوالي طريقة التصنيع أولا التركيبة بالنسبة نحتاج 56.97% من الجينات بودر نحتاج أيضا 26.57% من الداتوميس إيرس بودر نحتاج 3.79% من الكالسيوم سلفيت نحتاج 3.79% من الطمي البركيني نحتاج أيضا 1.89% من الطمي الأبيض نحتاج إلى 1.89% من السوديوم بنزويد نحتاج إلى 2% من البنتينول ولكن هنا نحتاج البنتينول البودر جماعة مش البنتينول الجيل نحتاج إلى 5.100% من الهيرونك أسد بودر نحتاج إلى 5.9% من الألوفيرا بودر نصف في المية من أني لأ المغربية زرقاء بودر وده كمان عشان يساعد على التفتيح والنظارة نحتاج أيضا إلى 0.5% من زيت أساسي شجاة الشاي 1.5% من الروز هب أويل نحتاج أيضا إلى 0.5% من الفيتامين إي نحتاج أيضا أن تشتركه في القناة ويتفعله الجرس التركيبة بالجرامات نحتاج 5.69% من 10 جرام من الألجينيت بودر هي جماعة اللي بتساعد على تحول المسك من بودر إلى رابر نوع اللي بقى قطعة واحدة مطاطية لما بيتم خلطه بالماء ويضع على البشرة عايزين تعرفوا أكتر عن المواد الفعالة ما تنسوش ترجعوا إلى كورس أساسيات التصنيع الموجودة على القناة هنحتاج أيضا إلى 265.7 جرام من الديات وميسيس إيرس هنحتاج أيضا إلى 37.9 جرام من الكالسيوم سلفيت نحتاج إلى 37.9 جرام من الطامي البركاني هنحتاج أيضا إلى 18.9 جرام من الطامي الأبيض هنحتاج إلى 18.9 جرام من السوديوم بنزويت هنحتاج إلى 2 جرام من المنتينول بودر هنحتاج أيضا إلى 0.5 جرام من الهيرانيك أسد بودر هنحتاج إلى 0.5 جرام من الألوفيرا بودر ونحتاج إلى 5 جرام من النيلة المغربية الزرقاء بودر بودر نحتاج إلى 5 جرام من زيت أساسي شجرات شاي 15 جرام من الروزهب أويل و 5 جرام من الفيتامين E إذا لو تلاحظوا التركيبة عندنا جزء عبارة عن زيود وجزء عبارة عن مكونات جفة طريقة التصنيع إيه يا بقى أولا طبعا هنخسل من جفة فنعقم كل الأدوات اللي احنا نستخدمها العبوات والسطح اللي احنا نصنع عليه دي حاجة أسية هنلبس كمامة وجوانتي ومنساش نغط شعرنا برضو ده أساسي يا جماعة هنجيب بعد كده إناء عميق جف ومعاقم اللي احنا غزلناه ونضفنهم هنحط فيه المكونات الجفة للمسك بس هنضفهم مكون مكون وفي النص بنخلط ما بينهم بعد ما بنضيف كل المكونات الجفة مع عدد الزيود زيت أساسي شجرات شاي والروزهب والفيتامين E وضفنا المكونات الجفة هنفضل نقلب ونخلط كويس جدا عشان نضمن إن المكونات كلها اتقلبت وتجنست مع بعضها بعد كده بنضيف الزيود زيت زيت بس على هيئة قطرات ونرشها على السطح ونقلب كويس جدا برضو عشان ما يحصلش كعكلة في المسك طيب الضبط منيجي نعمل مسك بودر أو منيجي نعمل غسول للبشرة بودر بنعمل نفس التكنيك يعني هنضيف قطرات زيت أساسي شجرات شاي وهنقلب كويس جدا وكذلك زيت الرزهب ونقلب كويس جدا وبكال الفيتامين E نقلب كويس جدا طيب لو لاحظنا إن فيه كتل أو كلكية فيه المسك فيه حل كويس جدا وهو استخدام كبة بس نكون مخصصينها لشغل مستحضرات التجميل نضع فيها المسك البودر بعد ما أضفنا الزيود وقلبناها كويس جدا نشغل الكبة كويس جدا تمام وبعد كده بعد ما نوقف الجهاز نفسه نصبر لحظات عشان يحصل البودر من تبقاش متطيرة وبعد كده نقلبه يعني نحطه تاني فيه وعاق نضيف ونقلبه كويس جدا لحد ما يبقى القوام كريمي معنا ومتجانب سنفيش فيه الكلاكية طبعا لو احنا هنستخدمه على كامل الوجه والرقبة في آآ الجلسة بعد كده بنفرده على الوجه والرقبة ونسيبه من ربع ساعة لتالت ساعة لحد ما ينشف ويصبح آآ قطع واحدة آآ شبه الربر بالزبط وبعد كده بنشيله ماسك مبتاز يا جماعة وكمان زي ما زكرت بيستخدم فيه الجلسات فيه العيادات وفيه مراكز التجميل فمنتج رائع فعلا دلوقتي معيات سؤال حلقتنا ايه هي طريقة استخدام ماسك الهايدروجيل بالهيرونيك أسد وذكروا في الكومنتات لو انتوا حابين ان انا اقول لكم طريقة تصنيع كذا فيرجن من ماسك الهايدروجيل يعني صنعه بالورد ازاي او ماسك اللافندر وغيرها سنتوا يبقى عندكم البراند كامل من هذا النوع من المسكات اسكروا لي في الكومنتات وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا بجرس عشان يوصلكوا كل ما هو جديد في حالة تصنيع مستحضرات التجميل وايضا لو حابين تتابعوني على السوشيال ميديا هتجدوا لينكات تحت في صندوق الوصف دمتم بخير حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته